أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات حل كتاب جيم 3 سنوية ل2021 في الفيديو بتاع النهاردة هنبتدي في يونة 13 وزي ما احنا متعودين بناخد الفوكابل الأول فتعال نبتدي مع بعض بأول جملة في فوكاب يونة 13 أول جملة بتقول هنا بيقول لي جائزة نوبل تعتبر أحسن جائزة أو أكبر جائزة أو أعظم جائزة ممكن يحصل عليها أي عالم فهنا تعتبر اللي هي is considered مبنية للمجهول is considered بمعنى تعتبر the government is eager to attract foreign not for the new projects eager معناها حريص على فالحكومة حريصة على جذب attract يعني يجذب إيه خارجي إيه من بره عشان المشروعات بنجذب investment أو استثمار خارجي عشان المشروع كان هنا حاجة بانتظام regular ما بين القاهرة وبنها اللي هو عايش فيها يبقى هو كان بيروح القاهرة كل يوم بانتظام عشان مثلا شغله فده يعتبر commuter عشان ما تقول شو traveler الكميوتر ده اللي بيروح وييجي كل يوم نفس المشوار علشان شغل أو عشان أي سبب خلاص the bomb explosion made a knot hole in the ground the explosion بتاع القنبلة عمل فتحة أو حفرة في الأرض ضخمة صفة massive the gas tube have an internal knot of about one or two centimeters دلوقتي انبوبة الغاز ليها قطر داخلي حوالي سنتي أو اثنين القطر ده اللي هو الديامتر new companies are not for oil in the western desert in Egypt طيب الفعل بتاع التنقيب عن الآثار والتنقيب عن البترول يعني البحث عنه تحت الأرض ده اسمه excavate نحن نمراسين انا شايف ان الجملة دي انسب جابة لها هي excavate لان الناس بتدور او الشركات بتدور او بتنقب عن البترول لو مش موجودة اكسيكيبيت كانت تنفع تبقى دريل لانها بمعنى يحفر عشان اطلع بقى لو انا عارف ان فيه هنا فانا بحفر عشان اطلع البترول بس وجود اكسيكيبيت هنا بيخليها اقو كانوا بيحفروا تنفع تحت السجن عشان يهربوا منه مش هيحفروا حفرة ويتفنوا فيها لا هيحفروا نفع مكمل ومفتوح اسمه التنل عشان يهربوا منه هتكون تستاهل فيبقى اكيد هتكلفني فلوس كتير طب تكلفك يعني ايه يعني تكلفك يعني هي هتخليك تدفع لكن بي هي اللي تدفع لك باي هتشتريك سل هتبيعك لانه ايه هو المفعول به The Grand Egyptian Museum is expected to be not to the public in 2020 يبقى is expected متوقع ان يكون او ان يفتح للعامة to the public يعني للعامة يبقى to be open standing at the edge of the naut we watched the waves crash on the shore far below احنا كنا واقفين على حاجة وبنبص تحت خالص ان الامواك بتخبط في الشط بتاعه يبقى احنا كنا واقفين على قمة ايه قمة كلف كلف اللي هو المنحدر ده اللي بيكون تحت منه بيبقى يعني هو نازل كده وفيه تحت منه طريق او تحت منه مية زي كده ما احنا بنشوف فبيقول احنا واقفين على على التوب وشايفين المية تحت بتخبط في القاعدة بتاعه الكلف ده يبقى الستيشو كله او التمثال كله محفور في صخرة واحدة يبقى carved out of carved اللي هي بالايه طيب the corridor was not by a single naked bulb الكوريدور اللي هو الممر كان ينار يعني كان متنور بلمبة واحدة يبقى كان illuminated was illuminated متنورين all governments take measures to reduce harm for not from traffic and factories هنشيل اي من traffic وال factories هنشيل الانبعاثات بتاعة الدخان اللي هي the emissions the large television screen was not at the end of the stadium في نهاية الاستيديم يعني في الموقع بتاع اخر حتى في الاستيديم حطين شاشة كبيرة عشان الناس تشوف فيها يبقى حطين دي a position was positioned في المكان ده يعني وضعت او تمركزت في المكان ده خلاص the temporary left us in the dark for 5 hours the power cut او انقطاع الطيار المؤقت temporary سبنا في الظلمة لمدة خمس ساعة كان مؤقت لمدة خمس ساعة the statue of north at most in giza has a solid concrete note لقاعدة خرصانية صلبة base قاعدة اللي هو وقف عليها you should use a sun screen to protect your skin against the sun's harmful raise الاشعة الضارة بتاعة الشمس the solar note is piece of equipment that uses energy from the sun to create power for buildings ده حاجة بتاخد الحرارة من الشمس او النور من الشمس وتطلع منه كهربا بس مش بقى للبلد كلها لا ده للبيت الواحد او للمبنى الواحد دي عبارة عن panels او الالواح بتتحط فوق السطوح اسمها solar panel كل فايلتها انها تولد كهربا موضعية للبيت بس my father studied not at university and has designed many important bridges مين اللي بيصمم البيتجز اللي هي الكباري المهندسين فالمهندس درس ايه؟ درس engineering الهندسة the workers have always asked the employer to not their wages يرفع مرتبتهم بصوا rise اللي بيلقاي r-i-s-e يعني يرتفع لما اقولك وموقف ممكن اقولك rise وقف الشمس لما بتشرق بنفسها بتبقى rise يبقى rise ده بيقوم بالحاجة بنفسه لما اقولك ارفع ايدك اقولك raise اللي هي r-a-i raise your hand يعني ارفع تمام؟ فهم اسكد الصحب العمل بتاعهم عشان يرفع المرتب يبقى to raise their wage من اللخبطش بنا I thought is the best way to not my English was to live in England دي احسن طريقة احسن بها الانجليزي improve this road is very dangerous as it's very not الطريق خطير لانه منحدر steep steep يعني منظلق كده جامد اي اي حركة غلط ممكن تقع فعشان هو steep عشان كده dangerous many houses in some Egyptian villages are still made of نقط brick اللي كنا بناخده زمان اللي اسمه الطوب اللبن اللبن ده يعني معمول من الطين فالطين اسمه mud mud brick هو الطوب اللبن عشان برضو للترجمة mud brick هو الطوب اللبن عشان ما تنساهاش لانه هو معمول من الطين فمد يعني طين farmers start to work very early just after the sun ها فاكريني لسه المثال اللي كنت واش راهوا الصن هي اللي بتطلع بنفسها يبقى after the sun rises after the revolution they demolished the note of the previous president demolished يعني يزيل فهم ازالوا ايه؟ ازالوا التمثال بتاع الرئيس السابق the statue لانه هو بعد دي ثوره وقامت عليه عشان تشيله فشالوا التمثال بتاعه the life boat the sailors from the sinking boat life boat اللي هو قارب النجاة بيعمل ايه للسيلورز البحرين بينقذهم صح؟ يبقى risked من the sinking boat أو البوت الذي يغرق the police think that the victim must have known his not بيقولك ايه؟ البوليس يعتقد ان الضحية ده واضح كده ان هو عارف او كان يعرف الناس اللي هجمت عليه عشان كده مثلا ما كانش فيه مقاومة او كده لان انا لو عارف الشخص وبتعامل معاه تماما مش هبني اخوانه فده دي معنى الجملة think that the victim must have known his attackers المهاجمين عليه خلاص اصل ده بوليس وده فيكتم ضحية فاكيد البوليس مش هيقول اصل الراجل ده كان يعرف صحابه ما كلناس تعرف صحابه ده بوليس بيتكلم عن ضحية وعن ناس هجمت الضحية بولوتينج the environment man's life on earth تلويس البيئة بيعمل ايه لحياة الناس؟ بيضرها دور على فعل هنا بيدي معنى وحش يضر helps يساعد advertise يعلن عن evaluate يعني يقيم threaten يهدد تبقى احسن واحدة the proposed new office tower is steel and glass not 43 stories high حل نركز كده proposed يعني مقترحة new office tower اللي هو مبنى للمكتب للمكاتب مبنى بحاله عبارة عن مكاتب وشركات is steel and glass not وارتفاعه 43 طابق story هنا معناها طابق او دور طيب هو هنا يعني ايه يعني تلمنا مهندس وقلنا له عايزين نعمل office tower فارسم لنا شكل مبنى عبارة عن structure من ال steel وال glass يعني المبنى كله عبارة عن steel وازاز مش حيطان اللي هو المبنى من خارج يعني فال structure بتاعه او التركيب بتاعه هو اللي من كذا وارتفاعه 43 طابق فهمتو جات منين كلمة structure تمام Egyptian ancient not attracts tourists from all over the world طبعا هنا ancient monuments او الاثار القديمة in out of tiredness and boredom caused me to fall asleep خليت من الزهق والتعب خلاني انام يبقى a combination of خليت من he works in a modern building of glass and بصوا هل هاعمل ال building من ازاز نيلو ولا من ازاز بوتري اللي هو الفخار واللي هاعمله من ازاز كونكريت مثلا كان من شوية ازاز وستيل صلب هنا كونكريت تنفع يعني ان هو المبنى بيتبني بكونكريت اه ومش برضه مش ازاز وورق كلمة ازاز دي لو بتشوفه افلام ومسلسلات بتلاهو فيها المكاتب كلها حطانها ازاز من برا هول عشان كده بيقولك المبنى ازاز we were late and not the first part of the concert احنا تأخرنا فالجزء الاول من الكونسرت احنا ملحقنهوش ملحقنهوش يبقى we missed زي الاطريك he had to discourage the not from an attempt from attempting to attack his position طيب discourage هنا مش معناها ما يشجعوش على حاجة هنا معناها يثبت او يحبط يعني انا هنا عندي enemy وبيهاجم البوزيشن بتاعي يعني لو احنا في شركة مثلا او كده واتنين بيتنفسوا على نفس البوزيشن فهو كان بيحاول يثبت او يثبت او يحبط المحاولاته يعني عشان ما يقدرش ياخد البوزيشن بتاعه هو ده معنى if we know this game we are out of the championship هنخرج من البطولة امتى لو خسرنا الجيم ده يبقى if we lose this game a column of thick black smoke could be seen from the town طيب column يعني عمود عمود من الدخان الاسود يمكن رؤيته يتصاعد يتصاعد زي الشمس بالظبط هو could be seen rising يبقى انا الفعل الاساسي عندي rise يعني هو دلوقتي اللي بيتصاعد بنفسه الدخان بيتصاعد المعنى هنا seen rising يعني يرى وهو يتصاعد rising الذي تعتبر اسم فعل يرى متصاعدا من المدينة شايفة المبنى ده وطال او الدخان ده وطال the museum has not after nearly two years of reconstruction سنتين من ال reconstruction او اعادة الترميم وكده وبعدها المتحف افتتحة تاني خطباتكم منتحة التاني re-opened ليه re-opened لانها reconstruction لو هو لسه بيتبني construction فكان بايه opened reconstruction فre-opened the government is doing a lot of efforts to complete the next stage of the underground line خطوط المترو اسمها underground line خط please the file to your email and send it quickly هنا اعمل حاجة للفايل على الإيميل بتاعك يبقى attach attach تلحق الفايل بالإيميل بتاعك او ضيفه يعني وبعثه لي بسرعة the government is doing an ambitious نقط to modernize the road network طيب ambitious هنا صفة فبتوصف اسم كلهم اسم الحكومة بتعمل حاجة عشان تتعمل modernize للطريق او لشبكة الطرق فده عبارة عن مشروع يبقى is doing a project او an ambitious project خلاص we need to renew the not system in Egypt thousands of people lose their life in train accidents يبقى انا بتكلم عن القطارات السيستم بتاع القطارات اللي هو railway system there was a gradual not in her school work she works step by step يبقى ده عبارة عن تقدم او تحسن متدرك فgradual هنا تدريجي improvement تمام the moon's not is covered with rocks and dust اللي هو سطح القمر مغطى بالصخور والتراب يبقى the surface بتاع المون they accused him of giving secret information too هيدي معلومات سرية لمن عشان يتهموا بها للانمي اكيد للعدو the building was completely not by fire and there were many victims فالمبنى كده تحطم تماما بواسطة الحريق يبقى destroyed was destroyed in many countries the wind is used to not electricity عشان تنتك كهربة to produce electricity we spend the holiday in a hotel which overlooks the note of luxor في ايه فلوكسر من دول فيه متحف الاكسر ولا فيه مقبرة الاكسر ولا فيه سد الاكسر ولا فيه فري اللي هي الباخرة طبعا فيه temple of luxor اللي هو متحف الاكسر the note of from the pan hurt mother's hand while she was cooking البان اللي هي الطاصة فالطاصة بطلع ايه؟ بطلع بخار او سخونة فيه عندنا هنا steam steam اللي هو البخار اللي خارج من الحاجة اللي بتتسخن فهنا الستيم ده بيكون سخن عشان كده hurt يعني اذا او تعور ايد مام the job gave her an opportunity to gain not experience انا هنا عايز اقول experience قيمة جدا او قيمة ذات قيمة يعني فالمهم انها اوصبها ب valuable valuable ذو قيمة valueless الاولانية مع دومة القيمة خلاص عرفت الفرق alexandria is the egypt's main port on the mediterranean نقط المدiterranean اللي ما يعرفوش اللي هو البحر المتوسط مهم ان يعرف نحفظها الكلمة دي فهي على الساحل بتاع البحر المتوسط المدiterranean coast هتقول لي ما ينفعش بيتش لا البيتش ده الشط اللي انت بتروح تقعد عليه لكن انا هنا بتكلم على الخط الفاصل ما بين البحر والبر فده الساحل بالشكل عام كله الكوست كله فهنا بتتكلم على المدiterranean coast تمام كلمة بنك نمربي اللي هي ضفة النهر برضو كلمة مهمة مش بنك بتاع الفلوس هنا ما يقصدش كده بنك دي اللي هي ضفة النهر فلما يجي يقول لك ضفتاي نيل تبقى صيد يعني جانب وما ينفعش جانب هنا هو عايز ساحل او شط وادي الملوك اللي فلوسه نقطة المضر للاتنين اللي هو التلاوس هو معمول لي عشان يمنع الفيضان صح؟ فيبقى يفيد عليها لو تغرق نقطة المضر للتلاوس يبقى احنا هنعمل ونعمل فيها كامب فاحنا لازم ندهار على المكان اللي هنعمل فيه الكامب مش كده؟ هنعمل كامب فين؟ اصلا يبقى الكامب site طيب site اللي هي نمرت دي يعني الموقع او المكان بتاع الحدوث بتاع اي حاج يقول لك المهندس في الموقع تسمعوا الكلمة دي؟ في الموقع وهو بيقول عليها بالانجلش في السايت site يعني المكان بتاع الحاجة خلاص؟ انا هنا عايز اعمل كامب في مكان معيني يبقى المكان ده اسمه السايت بتاع الكامب بعمل حفر البير فده بقى اسمه السايت بتاع البير وهكذا the new revealed the artist skillful hand طيب artist ويده ماهرة وحاجة عملت لها reveal reveal يعني يكشف مين في دول اللي كشف مهارة الفنان؟ اكيد sculpture او التمثال المنحوط يعني the new king insisted on rewarding his note after the coronation renewing فهو هيجدد ايه؟ هيجدد palace اللي هو القصر صح؟ الملك وعنده قصر the great wall of china was built during the reign of many نقط كلمة reign يعني فترة حكم ففترة حكم حكام كتير او emperor's كتير اللي هما emperor اللي هو الامبراطور ففي فترة حكم العديد من الاباطرة تمام؟ مش وزراء ومش مديرين ده احنا بنتكلم على سور الصين وكان ساعتها عندهم الامبراطورية دي ايجيبت is building its first nuclear noot station in متروح هو power station ولكن نوعها nuclear مش مثلا مش بالمية ولا الرياح لا بالنووي power station وحط التوليد طاقة اخيرا دي اللي هي eventually في النهاية eventually the sky cleared up the noun foundation is a synonym to the noun not foundation معناها اساس فاساس شبه مين؟ شبه base لقاعدة او اساس مش كده؟ foundation يعني احنا اخدناها اللي هو المؤسسة برضو تتيجي لمعنى الاساس لان في الفعل بتاعها found يؤسس يؤسس he was asked to draw not a plan for reforming the security system of the company عندنا draw up draw up يعني يخطط تمام؟ فهو هنا عايز يضع خطة او يخطط خطة يبقى draw up a plan if my not is correct i can tell you who the killer was يبقى ده بيتكلم على استنتاجه الشخصي او توقعه فبيقول if my deduction is correct اللي هو عنوان القواعد بتعطي الوحدة دي الاستنتاج بتاعي my deduction لو هو صح يبقى انا ممكن اقولك مين القاتل على حسب اللي انا شايفوين the verb in danger in danger معناها يضع في خطر can be the opposite to the verb هتحط حض في خطر عكسه هتنقزه من الخطر rescue one of the cheapest means to travel in cairo is to not an underground train بنعمل ايه ال underground train بناخده بنعمل له take take the underground بتاخد برضو فعله بس مش مكتوب هنا اللي هي ride ride is underground تنفع the not army lost the thousands of soldiers in the first battle the army المهاجم او الجيش المهاجم اللي هو attacking the attacking army خلاص زي ما قلنا عليها من شوية اللي هي عملة اسم فاعل attacking المهاجم the two companies failed to not to an agreement هنا عايزين يقول يصل الى اتفاق بس خد بالك من حرف الجر two لو قلت arrive ما بتجيش arrive to agreement في عندنا reach an agreement من غير two وفي عندنا come to an agreement معناها يصل الى اتفاق خلاص come to an agreement i think that cars should be kept off the city center to reduce pollution يبقى هي عايزة تفضل بر kept out of keep out of يعني تخلي الحاجة بره المنطقة دي خلاص the verb locate is similar in meaning to the verb not طيب هو فعل locate ده معناها يجد المكان خلاص او يحط حاجة في موقع معين في مكان معين اقرب هنا معنى ليها في الاختيارات على رغم من عدم دقته قوي اللي هو position لانه بره ليه علاقة بوضع الاشياء او مكان الاشياء can you remind me my dentist appointment tomorrow ممكن تفكرني بالمعاد بتاع دكتور الاسنان يبقى can you remind me about أو of اللي هي F واحدة can you remind me about my dentist appointment بكرة the teacher must try to make school subjects especially science more not to children دلوقتي بيقول لك المدرسين لازم يخلوا المواد وخصوصا العلوم يخلوها شيقة او جذابة اكتر للاطفال عشان يحبوها يبقى attractive attractive يعني جذاب the word ignore يطنش is an antonym to the word consider صح؟ مش انا انا هطنش حاجة او هاهمل حاجة ignore عكسها هفكر فيها وها consider او هاعتبر رها وهاعمل لها اي اهتمام يمكن دي اللي هي consider folk songs were made up to describe important not events طيب نحفظ مع بعض events بتاخد historical خلاص عشان دايما مشهورة events موجودة عندكم في الريدنج فهي historical events not makes light shine on something ايه اللي بيخلي النور ينور او سوري هنا يقصد ايه بان هو احط نور يسطع على الاشياء يقصد بيها يضيء اللي هي illuminate the quickest way for southend to get to school is to not a train احنا لسه الي من شغل نعمل ايه لترين take a train someone who travels daily to work daily خدوا بالكم دا اللي هو الكميوتر you should your hand if you wanted to answer the teacher's question اشان فاكيري مثلا انا شرحت بيه اللي هو ارفع ايدك يبقى raise اللي بالاي waves crashed and pounded at the note of the cliff نهاية الكليف من تحت اللي كنا واقفين عنده من فوق في اول الدرس يبقى هنا at the base of the cliff ال waves بتخبط فيه وبتستقر فيه the government does its best to reform the educational هتحسن انهي هتحسن system كله the educational system reform يعني يقوم يعني يخلي احسن يعني the daily journey of some not to their work cost a lot فاكرين commute اللي هو بيروح كل يوم هنا بقى لانا بتكلم الناس اللي بيعملوا commute يبقى commuters in case of fire hospitals and factories should be ready for a power cut لو في حريق ان النور هيقطع عشان الحريق ما يزدش فيبقى power cut دي اخر جملة في الفكاب بتاعة unit 13 المرة الجاية ان شاء الله هيبقى grammar بتاع نفس ال unit فاشوفكم على خير